هنا بمصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد بوظياف بالبيض تمكن فريق طبي برئاسة الدكتور تونسي من تشخيص حالة إصابة بفيروس كبيدي إيباتيت أطوئمين عند الطفلة جنة وهو مرض نادر يسجل بمعدل حالة واحدة لكل مليون طفل وذلك بالرغم من إمكانية البسيطة والمتواضعة المتوفرة بالمستشفى الحالة هذه الحمد لله تم علاجها في مؤسسة محمد بوظياف الاستشفاهية محمد بوظياف والبيض هي حالة خاصة قليلة تصيب طفل من كل مليون شخص عادة التشخيص هو لي صعب التشخيص عادة يكون في مستشفيات كبيرة والحمد لله ربي وفقنا في مصلحة طب الأطفال بالبيض بوسائل بسيطة الحمد لله بفضل طاقم طبي مؤسسة محمد بوظياف مصلحة طب الأطفال تم تشخيصها وعلاجها والحمد لله طفلة جنة في صحة جيدة متابعة حالة جنة عن طريق التطبيب عن بعد تيليميدسين مع أخصائيين بمستشفى بني مسوس مكنت من تأكيد خطوات علاج ناجحة وكانت فرصة لتبادل الخبرات مع الفريق الطبي مريضة نومة تتعالج في الشمال ولكنها علجت في مستشفى محمد بوظيف قرس الأطباء تعالى الآخر تعالى السل المصلحة والمصلحة تطبيب عن بعد وهذه تمكننا من زيادة في الكفاءات تانا فهل تستجيب السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة لتوفير تجهيزات الضرورية اللازمة لتطوير خدمات الصحة بمناطق الهضاب العليا